وكل ما يهمنا هنا هو ما يعني أشقاءنا العرب وأهلنا العراقيين تخصيصا فعليهم أن يتهيأوا ليتعاملوا مع رئيس جميع ما اكتسبه من خبرة عبر نصف قرن من الزمان كان في تجارة العقار وبناء الفنادق الباذقة بأقل ما يمكن من تكلفة وأثبت شطارته الفائقة على عادة المقاولين في العالم في تحقيق أقصى خفض ممكن من التكاليف وأقصى ربح ممكن حتى وإن كان ذلك عن طريق استغلال الثغارات الموجودة في القوانين وبالإفلات من ديون الحكومة والمقرضين بعبارة أوضح أن الرئيس الأمريكي الجديد القديم رجل صفقات تجارية واحتساب كلفة وربح أي أنه لن يلجأ إلى التحذلق والتصنع والإكثار من الحديث عن القيم والأخلاق والشرف وحقوق الإنسان وحرية الشعوب ولن يعيد بشيء لا ينوي الوفاء به ترامب سيجلس على طاولة المفاوضات المستديرة أمام أي زعيم يريد أن يعقد معه اتفاقية من أي نوع فيبادر إلى فتح ملفاته فورا دون مجاملات ودون سؤال عن الصحة والأهل والمزاج ثم يمسك بقلمه ويبدأ بالكلام كم ستدفع لتشتري وكم ستطلب لتبيع هذا هو ملخص فهمه للسياسة الخارجية والذي لا يعرف غيره ولا يجيد سواه ولقد أخطأ كثيرون من أشقائنا العرب والعراقيين بمعاداته وبترويج استطلاعات الرأي المرشوشة التي ظلت تؤكد للناس أنه خاسر دون ريب وكان أشقاؤنا العرب يحبون أن تفوز كمال هاريس التي لن تكون إلا صورة من باراك أوباما وجو بايدن لمواصلة تنفيذ سياسات الحزب الجمهوري وأفكاره ومخططاته في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق ولن تفعل إلا ما تعلمته منه من كذب ونفاق وغش وخدع اشتركوا في القناة